السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في رياض ومدارس الوطن العربي الآن يا أطفالي لنتابع معاً قصة المغناطيس انظر لقد وجدت عصم سحرية انظر أيتها السيارة اقتربي أيها القطار اقتربي أرأيت؟ انظر الآن أيتها الكرة اقتربي 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 آه ماذا حصل؟ لماذا لا يتحرك؟ آه إن هذه العصة التي بيدك لا تجذب إلا الحديد أتعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأنها ليست عصاً سحرية ليست سحرية؟ ما هي إذن؟ فلنسأل الأصدقاء الآن يا أطفالي بعدما استمعنا إلى قصة المغناطيس سنتعرف الآن على أشكال المغناطيس الشكل الأول الشكل المستقيم والشكل الثاني شكل حدوة الفرس شكلان للمغناطيس الشكل المستقيم وشكل حدوة الفرس هذه أشكال المغناطيس وبعد أن تعرفنا على أشكال المغناطيس سنقوم أنا وأنتم بتجرؤة في البيت لنرى ما الأشياء التي يجذبها المغناطيس والأشياء التي لا يجذبها سنمرر المغناطيس على هذه اللعبة البلاستيكية لم يجذب المغناطيس البلاستيك سنمرر المغناطيس على قطعة الكرتون لم يجذب المغناطيس الكرتون نمرر المغناطيس على هذا الحجر هل جذب المغناطيس الحجر؟ لا أمر المغناطيس على الزجاج لم يجذب المغناطيس الزجاج شمعة هل جذب هالمغناطيس؟ لا قصصات أوراق نجرب هل جذب المغناطيس الورق؟ لا هل جذب الخشب؟ لا هل جذب المغناطيس قطعة القماش؟ لا ما هذا قطعة شوكولات؟ لنجرب هل جذب المغناطيس الشوكولات؟ لا إذن هذه الأشياء لم يجذبها المغناطيس بلاستيك، كارتون، حجر، زجاج، شمعة، شوكولات، قماش، خشب، أوراق والآن لنرى الأشياء التي يجذبها المغناطيس هذه نقود جذب المغناطيس هذه النقود نجرب شيء آخر مسمار جذب المغناطيس المسمار إبرة جذب المغناطيس الإبرة مفتاح جذب المغناطيس المفتاح ما هذا يا أطفال؟ نعم، إنه مقص أظافر جذب المغناطيس مقص الأظافر لأنه مصنوع من الحديد كبسات كبسات جذب المغناطيس كبسات الحديد جذب المغناطيس كبسات الحديد مقص الأظافر والكبسات هذه الأشياء المصنوعة من الحديد إذن يا أطفالي ماذا نستنتج من هذا الدرس؟ أن المغناطيس لا يجذب إلا الأشياء الحديدية مثل المقص مفتاح مسمار نقود المغناطيس والأشياء التي لا يجذبها مثل البلاستيك كرتون حجارة زجاج شامع شوكولات قماش خشب أوراق وشكرا لكم يا أطفالي والآن يا أطفالي أعزاء بعد أن تعرفنا على المغناطيس وفوائده هيا نلعب لعبة بالمغناطيس سوف نحتاج إلى الأدوات التالية سوف نحتاج إلى أوراق ملونة وقلم مقاص دبابيس حديدية ومغناطيس وعود طويل وحوض ماء نقص الورق على شكل أسماك ملونة نضع في عين كل سمك دبوس حديدي نضع الدبابيس على الأسماك ونضع الأسماك في حوض الماء نربط المغناطيس في عصى طويلة بالحبل هيا نلعب الآن لعبة صيد الأسماك نضع المغناطيس داخل حوض الماء ونبدأ باستياد الأسماك الورقية سوف تتجمع كل الأسماك على المغناطيس لأنها تحتوي على دبوس حديدي لعبة ممتعة يا أطفال نضع الدبابي